الموضوع يخض يعني احنا بديبقى فاهمين انه الرياضي اللاعب ده اخر واحد يحصل له لقدر الله امرضة قلبية وما يبقاش عنده مشاكل لكن بدأنا نشوف على فترات صحيح بس اتكررت كتير انه في لعبين ممكن يحصل لهم ازمة قلبية مفاجئة ولقدر الله يفارق الحياة الحكاية اولا انا بشكركم جدا لان دور الاعلام كمان في الناحية الطبية بقى مهم جدا خصوصا ان احنا يعرف حضرتك دلوقتي السوشيل ميديا بقت واخد حيز كبير من حياتنا صحيح وبالتالي مهم جدا ان احنا نعرف على درجة الوعي وكتير ان عندنا اخوانا واولادنا بيلعبوا في الرياضات كتير قوي والرياضة كمان بقت مش مجرد هواية بقت مجرد صناعة واستثمار للدول عندنا البرازيل عندنا اسبانيا اوروبا كلها دلوقتي الرياضة دلوقتي مصدر كبير جدا لدخل دول كتير قوي الموضوع قلب الرياضيين انا بسميه دايما القلب الرياضي ده هو قلب الاصحاء ان المفروض ان هو قلب سليم في شخص سليم المفروض ان هو ايه نظريا ما يحصلوش حاجة ولكن القلب ده يعني عارف حضرتك عظمة ربنا في هذا العضو اللي هو قد قبضة الايد حضرتك القلب ده زي اي عضلة لما بتروح الجيمة وتلعب هتلاقي بتكبر ربنا بيحصل يعني جعل بيحصل تغيرات فيسيولوجية غير عادية في عضرة القلب اليد فتخيل اكبر اكتر تلت تغيرات لما الرياضي بيستمر في لعب الرياضة ومرسة الرياضة بشكل انتظامي احترافي لمدة ثابتة وفترات ثابتة بيحصل اكتر تلت تغيرات اول تغير ان ضربات قلب الرياضي تلاقيها تبدأ تنزل بدل احنا ممكن بعدين سبعين ثمانين الرياضي ممكن توصل لغاية تلاتين في ديئة وهو قاعد ما يحسش بأي حاجة لكن انا وحضرتك لو مش ممارسين للرياضة لو وصلنا لثلاثين ممكن يغم علينا ليه بقى التغير هذا التغير ده لما الرياضي بيبدأ يلعب ما يحسش بالتعب زي ما انا وانت نتعب بعد مثلا خمساشر دي اتلت ساعة من اللعب هو ممكن يعود ساعة ونصف ساعتين ما يتحبش خارس ده نوع من انواع التكيف التكيف التاني ان تجويف القلب بيتسع ليه بقى عشان يستوعب اكبر كمية من الدم وبالتالي انقباض القلب هيطلع كمية من الدم الكافية للجهاز الحركي ان هو يقوم بمجهود وحمل عضلي كبير التغير التالت اللي هو سمك العضلة بيبدأ يدخن عشان يدي عزم للضربة ان هي تضخ الدم للجسم وبالتالي التغيرات التلاتة دولة بتبقى بنشوفها في الرياضيين بتبقى تغيرات حميدة لما بتزيد عن حدها بقى بتتحول الى تغيرات مرضية زي تضخم العضلة الانسدادي ويمكن معنا فيديو كمان بيوضح نعرضه حالا دلوقتي بيوضح الموضوع ده علشان كده انت عارف حضرتك وكمان في نقطة انت قلتها معدل المباريات اللي احنا بقينا بنشوفه بسرعة العضلة القلب دي زيها زي اي عضلة لازم ليه طريقة للريكوفري علشان تقدر تحفظ على العضلة دي لان في وقت معين بيحصل لها نوع من انواع التغيرات الكهربية اللي ممكن تدخلها في زبزبة بطينية يمكن هنا ده انيميشن بيوضح القلب وده طبعا ده الازين وطبعا ده الجزء ده ده البطين الايسر اللي هو بيدخ الدم عن طريق الشريان الاورتي للجسم حضرتك الحاجز بقى اللي في النص ده شوف حضرتك لما بيدخن بيدخن بيتحول الى حالة مرضية فالدم اللي بيبقى داخل وطالع على الجسم ما بيقدرش ان هو يوصل بكفاءة وبالتالي بيحصل نوع من انواع التضخم الغير حميد اللي هو بنمنع فيه الرياضي عن ممارسة الرياضة بشكل حقي